اهلا و السلام مرحبا بكم اتباع القناة مرحبا بكم في قناتي قناة نادية اوفيسيال اليوم احبا نشارك معاكم البريوات و غدي نديرو بعيدة الطرق و غدي نوليكم احط طريقة حتى نحتفظو بي في تلاجة في الكنجيلاتور وهنا عندي ورقة ديال بسطيلة خديدة سيبرمارشي بكلا كنتو تعملوا اي ورقة ديال بسطيلة كننخذوها و كنقطعوها وهنا نحضروا الحشو ما ديبج راحا و منبقينين في النلية الز тоже وهنا نضيف على الجزء تحتوى المكتب jeune خدا و Villايان 7 سوف نحسب 4 سبعان و نخطأ سوف نخطأ سوف نخطأ المرسوات طوالة سوف نخطأ المرسوات طوالة و نقسمهم ثانية على زوج و سوف نخطأ المرسوات طوالة سوف نخلط دقيق و الماء أو البيض سوف نخطأ المرسوات سوف نقسم الزوج و نقوم بسرعة حشو طريقة هذه هي مثلات مقادن يجب المثلات على شكل مثلات شوية بشوية يجب المثلات للمثلات مقادن يجب المثلات على شكل مثلات مقادن سوف نقوم بتقوم بكامل نزال هنا سوف نجد طريقة في الكنجلاتور سوف نضيف مقادن للمثلات مقادن سوف نضيف المثلات في طاستة سوف نضيف الدوار سوف نضيف المثلات في الكنجلات اضعوا البلاستيكا او بلاستيكا اضعوا في الشيطاسة اضعوا بلاطة الوضع اضعوا بلاستيكا او بلاستيكا اضعوا بالبروات كما ترى سوف نعود الى الثانية و نضع الثانية فوق منهم و نضع الثالثة ثانية و نضع فوق منهم هذه الطريقة نضع بلاستيكا فوق بلاستيكا و نضع البراوات لكي لا ينصقوا لنا فأنا نضع البراوات و لا ينصقوا لنا نضع هذا الشيء الذي نريده و نرشع الكنجولاتور ثم هناك الطريقة التي تدريدنا لكفتها و هنا نضع طريقة الحوت و الكيري و البسلا و في الحل العباد نضع البسلا و مليحة بعدما نضع البسلا و أحسن ثم أدفع خلال بلاستيكا سوف نضع الحوت الى الأحضر إلى أي طون ترى نحن نسخه تحضير لقوص سوف نريد لقوص و سنخلطه مع البصلة سوف نضيف خمج كيري كيري هذا مع لقوص يأتي واحد لقوص و لا يتحفق البصلة و لا يريد لقوص بإنبار البصلة سوف نحن نعجب ببصلة معها و سوف نقوم بإنبار البصلة يأتي بني و هنا هي الطريقة التي يريد لكم سوف نقوم بسطيلة يتقوم بسطيلة على 3 و نقسمها و كل 3 سوف نقسم بسطيلة ثمانية سوف نقسم بسطيلة و هنا سوف نقوم بسطيلة الصغير يطويل الجوانب و نقوم بسطيلة على الشكل الصغير ثاني نديرهم برايوات او لا تشكلها كايا السيقر من الاحسن باش تبدلوش شوية وهناي كانت تسقب صفر ديال البيت كيف مما قلت لكم او لا بالتقيق مع الماء وحتى وما حتى نكملوهم وكنديرو نفس الطريقة اللي درنا فالبرايوات الاخرين تاو ما كنشدو لاطا وكندير فيها البرايوات هذا السيقر وكنديرو بلاستيكا وكنديرو ثاني وحدين فوق وحدين كيف ما قلت لكم باش ما يسقوش لنا هالطريقة هادي تجي رائعة يمكن لكم تضبطو بهم في الكنجيلاتور يعني مدة طويلة ما كيخسروا موالو و اولا تديرو مغيفش بلاستيكا كاتخشو في يدوك البرايوات كل مودك سيقر كاتخشو غيفش بلاستيكا وكاتخليهم ودابا غدي ندوزو البرايوات الخرين غدي نديرو في الفخوماج بلون اللي هو الجبلة البيضاء وعدنا الخرين ديال الكونفيتور ديال مشماش مع لافاش كيري او اي مفخوماج متلات هنا كنشد الورقة كنديرها مستطيلة وكندير الكونفيتور ديال المشماش وكندير معا هنا يانص ديال الفخوماج او لو تديروا فخوماجها كلها ديروها وغادي نتني الجوانب وغادي نديرو على شكل السيقار تهوه حتى انتهت البرايوات اولات السيقار ديال الكونفيتور والفخوماج صالي سيكري تيجيتهم بنا نجربوهم تيجوا رائعين رائعين تشאלوا معا هناك حتى انكم تجربو هيا انا قلت نأبي الدراحة التجريط providing هذه الحصيدة تجيزت الملح שהدي قويois وcjonى ملح كثيرا ححتوي نجربو전 والفarbeit همكنك دير المنطقة الأولية والأخوانب البيضاء بالفخوماج بلون ذكرة وستعطر جميل واحد له غبنية رائعين هون تجربو الحصيد نشاركو معاهم حتى انتم تجربوه نضيفه على شكل متلتات أو على شكل سيبولات توم تجو رائعين ثانيا لدي الفخومج لافاشكيري المهم الفخومج متلت أو أي فخومج كتشتو أنا كنا نقسم هنا على زوج ممكن نقول لكم المتوفر عندكم أو لدي الفخومج كلها وهنا يدي المعدنوس أو البقدونس تنفرمو مزيان وغادي نخلطو معاو ماذا مع ذاك الفخومج كاري؟ أولا تديرو غير الفخومج بلانكي اللي عندكم توفر تنفرمو غادي نديرو فيه وغادي نديرو على شكل صيغار احتاعدو تيجو رائعين أو البلاش من المعدنوس تديرو غير كوكناتو غير الفخومج بوحديتو تيجو بني هادو ما الأشكال ديال الفخومج اللي درنا ديال الكنفيتير وديال الزعتار وديال المعدنوس وهادو عدنا ديال الكفتاء ومهم درتهم ماما كبار درت انا الصغر وهي درت الكبار كيفما كاتشوفوا وحتى الطريقة هادي درت كل واحدة كبيرة درتها في بابي أليمونتيغة أو شي بلاستيكا كاتلويها باش ميلسقوش لي ناقا كل شي إلا بغت يوحيدة كاتش بدها هادا هو الفيديو تليوما كنتمنى يعجبكم وكاتمنى تجربوهات أطلب ريوات هادو تيجو رائعين تيجو بنان 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 ما غادي تندموشي ودائما بجيسلكم كل جديد بتنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس في أمان الله